جازة مها بتقول عايزة تعرف إيه الواجبات اللي تجاه الحماة وبتقول إن هي لما بتروح لحمتها بتستضفهم وبيبقى فيه أكله وشربه وبتبيتهم يعني نوع من الاحتفاء هي معتبرة نوع من السيطرة أو هي شايفة الأخت الفاضلة مها هذا الأمر باعتبارات معينة وبتقول هي كمان لما حماتي بتجيلنا إن إحنا بنبيتها وأنا ببأكرها سواء إني أبات عندهم أو إن هم يباتوا عندنا المسائل دي يا أستاذة مها خاضعة للعرف وما تعودتم عليه وكل ما كان بيبقى له عرفه وليه ثقفته وأنا مش عايزة يعني طالما هو يوم كل فترة بيحصل بصورة ما تسببش يعني نوع من الضيق لكن إفريدي إنها جات مرة وإنتوا استضفتوها ورحبتوا زوجك ما تحرجوش قدامها إن كانت على ليلة وخلاص بدل معم المشاكل يعني فهماني وبعدين لو لقيت الأمر الزاد عن الحد المقبول ما فيش مانع إن أنا أتكلم مع الزوج وأضح له الأمور لإن طبعا وضع الحدود مطلوب والصبر والحكمة برضو مطلوبان في التعامل مع مثل هذه الأمور هم اعتادوا على هذه الثقافة في بلدهم ربما أنت لم تعتادي عليها في عرفك فإحنا عن زين نقرب وجهات النظر عشان ما يبقاش فيه مشاكل لا من جهة حضرتك تجاه الحماة ولا الحماة تجاه ابنها وتجاه حضرتك ولا إني أحط الزوج كمان في حرج تجاه والدته وتجاه أهله طالما الأمور في حدود معقولة أتصرف بهذا الأمر وأقدر أعمل حيلة لطيفة بينك وبين زوجك قولي له مش كل مرة أنا بأقدر أباد فأنتي ربما ما تخفيف البيات هم يفهموا بطريق غير مباشر إن أنت برضو مش عايزة المسألة دي أو لا تروق لك هذه المسألة فالمسألة هنا خاضعة للعرف الصالح وإحنا عايزين إنه ناخد ما لنا من حقوق بطريقة فيها لطف وتلطف رعاية للزوج ولحماتك كمان يا ستمة